ذهب شاباني من المدينة المنورة إلى تركيا من أجل تعاطي الخمور دون محاسبة فلما وصلوا اسطنبول اشتروا زجاجات الخمر وركب سيارة أجرة وسكن في فندق هناك حتى لا يراهما أحد وأثناء تسجيل أوراقهما في الاستقبال سألهم الموظف من أين أنتم فقال أحدهم من المدينة المنورة ففرح موظف الاستقبال وأعطاهما جناحا بدل الغرفة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لأهل المدينة فرح الشابان كثيرا وسهر طوال الليل يشربان الخمر حتى سكر أحدهما أما الثاني فكان فائقا بعض الشيء وبعد وقت قصير فوجئ الشابان بمن يطرق بابهما الساعة الرابعة والنصف فجرا فاستيقظ أحدهما وفتح الباب وهو يفتح عينا واحدة وإذا بموظف الاستقبال يقول له إن إمام مسجدنا رفض أن يصلي الفجر عندما علم أنكم من المدينة المنورة وبفندقنا فنحن ننتظركما بالمسجد في الطابق الأرضي صدم الشاب بالخبر وأسرع إلى صاحبه وأيقظه وقال له هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فرد عليه أنه لا يمكن أن يصلي إماما ثم جلس يفكران كيف يخرجان من هذا المأزق وإذا بالباب يطرق مرة أخرى ويقول لهما موظف الاستقبال نحن ننتظركما بالمسجد بسرعة قبل وزوغ الفجر فدخل دورة المياه واغتسل ثم نزل إلى المسجد وإذا به يمتلئ عن آخره وكأنه صلاة جمعة فتقدم أحدهما للصلاة فلما كبر وقال الحمد لله رب العالمين بكى أهل المسجد وهم يتذكرون مسجد رسول الله فبكى الشاب معهم وقرأ الفاتحة والإخلاص في الركعتين لأنه لا يحفظ غيرهما أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبعد الصلاة تزاحم المصلون يسلمون على الشابين وكان هذا الموقف سببا في هداية هذين الشابين والآن أصبح هذا الشاب الذي أما الناس داعية مميزة فسبحان الله الكريم الذي يهيئ لعباده طريق الهداية من حيث لا يحتسبه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يقول محمد بن المنكدر وهو من العلماء الصالحين في يوم من الأيام أصاب أهل المدينة القحط وحل بأهلها الجوع والفقر فخرج كل أهل المدينة وهم الصالحون العابدون يدعون ويطلبون المطر فما استجيب لدعائهم وما نزل المطر وفي هذه الليلة خرجت إلى المسجد لصلاة العشاء وبعد الانتهاء جلست واتكأت على سارية وكان المسجد في هذا الوقت مظلما فدخل رجل أسود اللون لا أعرفه فلم ينظر إلي وأخذ يقول يا الله يا ربا خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم وأنا أقسم عليك يا الله لتسقينه الساعة الساعة يا الله يقول محمد بن المنكدر فقلت في نفسي هذا الرجل مجنون كل أهل المدينة خرجوا إلى الله يستسقونه وما سقاهم وهو يقسم على ربه أن ينزل المطر فوالله ما وضع يده حتى سمعت الرعد وجاءت السماء بالمطر وعندما هم بالخروج من المسجد ليذهب لأهله إذا به يرى المطر ينزل فحمد الله وأثنى عليه وقال من أنا من أنا يا الله حيث استجيبت لي دعوتي ولكن عدت بحمدك وجدت بفضلك وأخذ يبكي بكاء شديدا خرج فتبعته دون أن يشعر به حتى علمت منزله ثم عدت إلى المسجد ولما توسطت الشمس قصدت داره وعندما دخلت وجدته جالسا يخيط النعال وهذا هو إسكافي يصلح الأحذية فقلت له يا هذا ألست بصاحب ليلة بارحة في المسجد لقد نظرت إليك وعلمت ما الذي جرى فغضب وسود وجهه وقال يا أبا عبد الله ما شأني وشأنك ما الذي جاء بك وما الذي جعلك تتبعني وما الذي جعلك تنظر إلي وما الذي جعلك تعرف ما عندي ثم ازداد غضبا ورأيت هذا الغضب في وجهه فقلت أخرج من عنده حتى لا يحدث شر فلما صليت وأشرقت الشمس ذهبت إلى داره فوجدت الباب مفتوحا ولا أحد عنده فاقتربت فقالت عجوز عند البيت يا أبا عبد الله ماذا فعلت معه منذ أن فارقته جمع أمتعته وخرج من البيت ولم يرجع إلى هذه الساعة فبحثت عنه في المدينة كلها لسنوات فلم أرى ولم أسمع به لقد فضل أن يتوارى عن الخلق لمجرد أن أحدا عرف السر الذي بينه وبين ربه فما أجمل العمل الصالح الخالص لوجه الله وخاصة ما كان بين العبد وربه لا يعلمه أحد قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون